السلام عليكم اتراري اتمنى تكونوا بخير صحة لكم مزيانة كل شي هو ادك رسميا صريحات رجل رجال العالم فتزرها الصراحة لكي اقوط صريحاتك اسمع في تاريخ مدرب مغربي او العربي جمع كل شي وقال كل شي نبدأ بالتفاصيل نحن نمثل الآن المغاربة والعرب والافارقة وادعوهم لمساندتنا في ملعب الثمامة لنصنع التاريخ معا سنحسم غدا في امكانية لعب اقرد المباراة سنحاول ايجاد الحل والياميق وبانون وداري جاهزون لتعويضه التأكد غيابه مرة اخرى لدينا مباراة جديدة لدخول التاريخ نحن مستعدون بشكل جيد وتنحترم البرتغال ستكون مواجهة متكافئة وتتلعب على جزئية صغيرة سنقدم اقصى ما لدينا مرة اخرى لخلق المفاجئة لانه لا احد كان يتوقع وصولنا للثمن والربع لن نختبئ وراء الاعظار او نتحاجج بالاصابات لن نقول افتقدنا هذا او داك لكن المغرب لم يظهر بمئة بالمئة بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين ما قمنا به جيد لكن يمكننا القيام بالمزيد وحين سنفكر بهذه الطريقة سيكون الصعب الفوز علينا وحين سيستمتع اللاعبون فقط بما احرزنا فلن نتقدم الامام لسنا حالين فوق السحاب ولم نقم بشيء ونحن فقط كسرنا كل التحاليل والاحصائية الالتقام بها هذا او داك نحن هنا لنقول الكل اننا لمستحيل في كرة القدم انا اعرف المغربة والعرب والافارقة يطمعون لكي نفوز بك الكأس وليما لا وضغطهم سيتركنا نلعب بلا خوف ونحن فنحن فزارة بحيت قد من المستحيل ان تتعاقد مونشا سر سيتي او بارتلونة او باريس سن جرمان مع مدربين عربي كأننا لم ندرس الكرة ولا نعلم عنها شيئا ونحن نبرتجي معكم اشنو قلب الدريجة اهو ما الصحافية المغاربة عشر سنوات هنا كندرة في المغرب واحتى واحد ما شاف ان انا قادر نهز فرقة اراها غادي احرك اراها ميقاتش هاتش فيه واش عندك ولا ما عندكش ماشي الخبرة سواء كنت مسلم مسيحي ابيض او اسود ليهم قلت رئيس الجامعة اننا لم اصلناش لسنائي دي الكاسة الفريقية غاديمشي بحالي لمغرب خاص يكون في النصف ماشي فاتش يجي اجنابي تيقول خاص ثلاث سنوات واش حال من الحاجة ونادوا على رونالدو بحيتقال كمدرب افطل الي وشرك رونالدو فمبارات وبالنسبة لي هو واحد افضل اللاعبين في التاريخ وقال سمعت انتقادات كثيرة عن مواجهة اسبانيا يعني من ناحية الاداء لكن ليس هناك العديد من الخيارات امام واحد اهم المنتخبات العالم لماذا علينا نحتفظ بالكورة امام اسبانيا لماذا على منتخب افريقي ان يلعب جيدا وان هزيم بعدها ان تركنا الكورة لبرتغال سيكون خطأ كبير ومن الممكن ان نحتفظ بها ولدينا خطة بديلة وعلينا التحلي بالقوة لصناعة التاريخ البرتغال هي المرشح للفوز بالمباراج مثلها مثل اسبانيا فرق كبير مرشح للتتوج بكأس العالم ونحن لازلنا منتخب صغري يبحث عن نفسي لدينا نقط ضعف ونقط قوة مثلنا مثل كل المنتخبات ولا ينبغي ان نركز كتنا على منتخب البرتغال وينبغي ان نركز على انفسنا وما نستطيع تقديمه نحن الان الحصن الاسود حين سيصيبنا الغرور ونقول ان انا اقوم من الكل سنقوم بخطأ كبير البرتغال ستهج منذ البداية مستغلة 120 دقيقة لعبنا ضد اسبانيا يعني الاشواط اضافية واذا لم يسجلوا سريعا ستتعقد مهمتهم بمرور الضقائق اشبه لكم شنو قال الرجالي صراحة ما خلي لي ما نقول قال كل شي فالله وفراسكم